مشروع قانون انتخابات جديد أعدته رئاسة الجمهورية بني على أسس مهنية بعيدا عن التسييس والولاءات الحزبية يضمن احترام آراء الناخبين ويحقق العدالة في التنافس بين المرشحين هذا ملخص مشروع قانون الانتخابات الذي أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية لانتهاء من صياغة بنوده بإشراف من مختصين وبمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة مشروع القانون جاء متناغما مع الاصلاحات الانتخابية التي أعلنت عنها الحكومة والتي تعطي فرصة أكبر للشباب للمشاركة في الحياة السياسية وتكسر حاجز احتكار الأحزاب التي تهيمن على مؤسسات الدولة منذ عام 2003 ومن أبرز مبادئ القانون الجديد تشكيل مفوضية مستقلة من القضاء وجهات قطاعية متخصصة بعيدة عن المحاصصة الحزبية تصغير الدائرة الانتخابية إلى قضاء بعدما كانت المحافظة دائرة واحدة اعتماد نظام الفائز الأعلى من المرشحين على صعيد الدائرة الانتخابية وإلغاء القوانين القائمة والتمثيل النسبي تقليل عدد أعضاء مجلس النواب إلى 213 نائباً بدلاً من العدد الحالي 329 نائباً منح الشباب فرصة الترشيح للانتخابات عبر تقليل سن الترشيح إلى 25 عاماً الرئاسة العراقية قالت إنه سيتم إرسال القانون الانتخابي المقترح من قبل رئاسة الجمهورية إلى الحكومة تمهيداً لتوحيد الرؤى وتقديمه إلى مجلس النواب في ذات السياق دعا أعضاء لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية إلى أهمية إبعاد عمل اللجنة عن الضغوط والتدخلات والمؤشرات السياسية والحزبية مشيرين إلى أن اللجنة ستعمل على مراجعة جميع مواد الدستور للخروج بتعديلات تلائم الواقع وليست شكلية محللون قالوا إن الرئيس برهم صالح نوه في وقت سابق عن قرب تقديم مشروع القانون في محاولة منه لإخراج العراق من نفق الأزمة والاستجابة لمطالب المتظاهرين ترجمة نانسي قنقر